أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حركة حماس مسؤولية فشل صفقة التبادل وطلب الوسيطين المصري والقطري بالعمل على سد الفجوات بشأن الاتفاق في ملتقى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني كبار مسؤولي حركة حماس في الدوحة بهدف محاولة تقليل العقبات أمام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار وفي سياق آخر حذر نتنياهو من حرب أهلية ودعا الإسرائيليين إلى تجنبها جاء ذلك في ظل مظاهرات حاشدة ضد حكومته ودعوات بعض النخب السياسية المعارضة إلى التمرد وإسقاط الحكومة في تل أبيب وتنظيم انتخابات مبكرة للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع أرحب مجددا بضيفي هنا في الستوديو السيد جعفر الأحمر الكاتب والبحث في شؤون الشرق الأوسط ومن جينين أرحب بضيفي دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون والعلاقات الدولية أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة أبدأ معك سيد جعفر الأحمر يعني كيف تفهم هذه التصريحات من بلينكين ما طبيعة الضغط الذي يريده من الوسطى على المقاومة الفلسطينية وتحديدا حماس يحاول تحاول إدارة الأمريكية دائما كما قلنا أن تبعد التهمة عن إسرائيل بأنها هي التي تعرقل توصل إلى وقف طلاق النار منذ الشهر الماضي حركة حماس قبلت بوقف طلاق النار بوجود الوسيط الأمريكي في القاهرة رئيس الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ورغم ذلك تنصلت إسرائيل من هذا الاتفاق حينما جاء هذا الاتفاق الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة أعلنت حركة حماس أنها ستتخذ مواقف إيجابية من هذا الاقتراح وتفاوض على بعض التفاصيل لكن لم نسمع ولا كلمة من إسرائيل أنها ترحب بهذا الاتفاق أو تقبل به أو تفاوض عليه على الأقل فالولايات المتحدة تسعى بسبب كما قلنا الدعم المحدود المستمر أن تبرئ إسرائيل من ساحة التعطيل فهي لا تحاول أن تضغط على إسرائيل وتقول أن إسرائيل لم توافق أو لم ترحب فهي تتهم الطرف برأيها الأضعف الذي يمكن أن تلقي عليه المسؤوليات دائما بأنه هو الذي يعطل وهو الذي يقرب وهو الذي شن الحرب إلى آخره هناك بعض التحليلات التي تقول أن الولايات المتحدة ربما تحاول أن تراعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتنياهو لأنه في موقف صعب هذه الأيام خصوصا بعد أنفراط عقد مجلس الحارب وبسبب أيضا خروج بني جانس وأيزنكوت من هذا المجلس قبل حله وهناك ضغوط داخلية عليه وبالتالي هذه التحليلات تقول أن الإدارة الأمريكية تحاول أن لا تحرش كثيرا بنامين نتنياهو لكن المراقب لمسار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال هذه الحرب حتى الآن لا يجد أي مصداق لهذه الدعوة الولايات المتحدة تحاول أن تضغط دائما على كما قلنا الطرف الأضعب وتبتزه وتطالبه دائما بتقديم تنازلات علما أنه الطرف المتدى عليه والطلبان الأساسيان الذين طلبتهم حركة حماس هما في غاية البساطة والأهمية في الوقت نفسه وهو وقف الحرب الدائم وقف دائم للحرب والانسحاب من غزة هذان الشرطان أو الطلبان بسيطان ومهمان جدا في الوقت نفسه لأن لا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة ما دامت إسرائيل لن تنسح كليا وأنها لم توقف وقف النار شاملا فرغم ذلك الولايات المتحدة لا تزالت تتصلب في هذين الموقفين مع إسرائيل دكتور رائد أبو بدوية كيف يفهم هذا التحريض من قبل الولايات المتحدة من بلينكين على حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى المقاومة الفلسطينية ومطالبة الوسطاء بالضغط عليها يفهم مساء الخير أولا لك ولا ضيفك ومساء الخير لمشاهديك أنا بشوف الصفقة أو ما يسمى بالمبادرة الأمريكية الإسرائيلية لوقت إطلاق النار بطريقة شوي مختلفة عما يظهر للعيان حقيقة هو أمريكا فعلا تحاول أن تضغط على حماس من أجل قبول الصفقة بالصيغة الأمريكية الإسرائيلية حقيقة لأن هناك أشياء مخفية في هذه الصفقة متعلقة بالترتيبات الأمنية ما بعد العدوان على قطاع غزة وبالترتيبات السياسية أيضا إذا ننتبه للصفقة الأمريكية الإسرائيلية التي هي بعد المرحلة الأولى وأثناء تنفيذ المرحلة الأولى هناك مفاوضات ستجري ما بين حماس وإسرائيل من أجل الوقف لإطلاق النار الدائم على قطاع غزة أنا أعتقد هذه هي هنا هو مربط الحصان كما يقولون أو مربط الفرس هذه المفاوضات أعتقد أن الأمريكان والإسرائيليين يتوقعون أن تكون فيها اشتراطات إسرائيلية على حماس فيما يتعلق في سلاح حماس من جانب وفي حكم قطاع غزة من جانب آخر ما بعد العدوان عشانيك أعتقد أن الأمريكان والإسرائيليين حتى أعتقد أنهم معنيين بهذه الصفقة الأمريكية حتى اللحظة لأن الإسرائيليين أعتقد أنه جاء الوقت بالنسبة لهم أن انتهى الموضوع العدوان بشكل كبير جدا تقريبا وآن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة فيما تسمي إسرائيل في الترتيبات الأمنية وترتيبات الحكم على قطاع غزة ما بعد العدوان أعتقد هذه خطورة الصفقة الأمريكية الإسرائيلية عشان هيك الأمريكان بحاولوا يحشدوا مجلس الأمن ودول الإقليم ودول أوروبا ودول العالم والجي سيفن أعتقد أن يحشدوا على الضغط لحماس عشان تقبل بهذه الصفقة حتى يتسنى لهم الذهاب إلى المرحلة الثانية من هذه الصفقة لترتيب للترتيبات الأمنية والسياسية التي تحدثت لحضرتك عنها وهذه الترتيبات خطيرة جدا لأن الإسرائيليين أعتقد في المرحلة الثانية من الصفقة سيكونون بوضع اشتراطات متعلقة بالسلاح لحركة حماس من جهة وسيكون بوضع اشتراطات متعلقة بالحكم بحكم قطاع غزة من جهة أخرى أثناء تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة الأمريكية الإسرائيلية فأنا لا أعتقد أن الإسرائيليين ضد هذه الصفقة أنا أعتقد أن حاليا هم أحوج ما يكون إلى هذه الصفقة خاصة بعد الفشل العسكري في قطاع غزة وتحديدا أكثر بعد تصعيد جبهة لبنان اللي إسرائيل أعتقد لن تكون قادرة على فتح حرب شاملة على لبنان أعتقد الأمريكان يحاولوا أن يقدموا سلم للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو للنزول عنه من بعد ثمن شهور وأكثر من هذا العدوان على قطاع غزة دون تحقيق نتائج عسكرية حقيقية جدية في قطاع غزة هل ممكن هذه الصفقة أن تفتح لهم المجال في هذه الترتيبات اللاحقة طيب في إطار ذلك سيد جعفر الأحمر هل المقاومة الفلسطينية بوضع هي قادرة على تقديم هذه التنازلات المطلوبة منها أو الضغوطات التي تحدث عنها دكتور رائد بدوية تحديدا في موضوع حكم القطاع في موضوع السلاح ربما هذا مهم أكثر للاحتلال من موضوع وقت إطلاق النار حركة حماس رحبت منذ البداية بهذا الاقتراح وليس هو نهائي وقابل التفاوض كما قال الأستاذ رائد هناك مراحل يجب التفاوض خلالها حركة حماس تعي تماما ما هي العقبات داخل هذا الاقتراح المفاوضات في المرحلة الأولى على وقف دائم لإطلاق النار هذا أمر غير مضمون من دون ضمانات لذلك حركة حماس تصر دائما على أن مطالبها الطلبين الرئيسيين هما وقف دائم لإطلاق النار أن تكون النتيجة النهائية لهذا الاتفاق وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة يتصر على ذلك وتفاوض لكنها لا تمتانع عن التفاوض والأخذ والرد في سبيل ذلك هي تطرح اقتراحات ليس فقط شعارات تقول إذا كنتم جادون فعلا للولايات المتحدة الأمريكية هي ليست وسيطا بالمناسبة هي تطاوض ديابة عن إسرائيل تقول إذا كان هناك فعلا نوايا صادقة بوقف وطلاق النار فنريد ضمانات ضمانات يعني تستثق بها حركة حماس لن تقبل بأي اتفاق بدون ضمانات على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة هي تطرحت من جملة الضمانات مشاركة دول أخرى في ضمان هذا الاتفاق مثل روسيا والصين قطر وتركيا قطر موجودة لكن طلبت تركيا أن تكون أيضا موجودة في قدام لهذا الاتفاق لأن تعرف تماما أن إسرائيل رب يمكن بكل بساطة أن تتملص في المرحلة الأولى خلال المفاوضات على وقف اطلاق النار تتملص أو تضع العراقيل لعدم التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار وبالتالي الباكين الإعلامية ستتعمل على شيطنة حركة حماس وتحملها المسؤولية عن عدم التوصل إلى هذا الاتفاق فحركة حماس بسبب يعني معرفتها أن خبث العدو والموقف المتواطئ للولايات المتحدة هي تصر على الضمانة طبعا الآن كما قلنا دائما أن التفاوض يكون أيضا متوافقا مع نتائج الحرب على الأرض في الميدان حتى الآن يعني لا يمكن لعاقل أن يرى نتائج هذه الحرب تصير إلى مصلحة العدو الإسرائيلي الآن رغم الخسائر ورغم التضحيات الكبيرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة لكن المقاومة حتى الآن ما زالت ممسكة بزمان الأمور وهذا أعتقد هو الذي سيفرد سروط التفاوض في البرحلة المقبلة طيب دكتور رائد أبو بدوية يعني عطفا على ذلك بالتالي هل الولايات المتحدة هي تريد صفقة عادلة نوعا ما رغم أن الأراء يعني عبر هذا الحوار تتجه لعكس ذلك أم هي تريد صفقة لاستسلام المقاومة الفلسطينية وإلى أي مدى المقاومة الفلسطينية بناء على كل المعطيات الحالية الآن على الأرض يمكن أن تذهب لتقديم هذه التنازلات أو جزءا من هذه التنازلات لا أنا أعتقد أن الصفقة الأمريكية مش صفقة عادلة إنها هي صفقة تفتح للأمريكان مجال لفرض شروطهم في المفاوضات الوقف الإطلاق الناري الدائم اللي حكت عنه صفقة اللي هو مفاوضات أثناء المرحلة الأولى للإعلان نحن للمرحلة الثانية ويفتح المجال أمام الإسرائيليين لفرض اشتراطاتهم على حركة حماس من أجل الحصول على وقف إطلاق دائم أنا أعتقد هذه الخطورة في هذه الصفقة إنه هذه الاشتراطات قد يعتقد البعض إنه إلها علاقة في مسائل فنية إلها علاقة في مسائل الأسرة المتبقين أو حتى الجثامين وما إلى ذلك لا أنا أعتقد أنه الإشتراطات الإسرائيلية المنوية تقديمها في أثناء التفاوض على الوقف الدائم لإطلاق النار إلها علاقة بالترتيبات أمنية بكل قطاع غزة إلها علاقة بالحكم بحكم قطاع غزة وإلها علاقة أيضا بسلاح المقاومة في قطاع غزة وبالتالي الموضوع خطير جدا أعتقد أن حركة حماس بإمكانها أن تقبل بهذه الصفقة بس بشرط واحد زي ما قال ضيفك أن يكون هناك ضامن إضافة طبعا للضامن الأمريكي مع أن الأمريكان هم مش ضامن حقيقة ومش هريك أعتقد وجود ضامن دولي يضمن عدم استئناف الهجمات العسكرية أثناء المفاوضات لوقف الدائم لإطلاق النار أعتقد أنه ممكن لحماس تتنازل عن فكرة روسيا والصين صحيح ولكن بأعتقد تركيا وجود تركيا كقوة إقليمية في المنطقة بأعتقد سيكون كافي لحركة حماس أن تكون تركيا هي الضامن لعدم استئناف إسرائيل لهجماتها أثناء المفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ترجمة نانسي قنقر